مساء الخير على كل مشاهدين ومشاهدي الصحة والجمال في كل مكان معاكم النهاردة دكتورة إيمان عزيزة وحلقة جديدة من تواصل باعتذر النهاردة عن تواجد زميلي دكتور خالد سقر في تقديم حلقة النهاردة معايا وإن شاء الله بإذن الله طبعا يكون معنا في حلقات جاية وطبعا اعتذاره ده طبعا خارج عن إيراته للظروف الترارية النهاردة يمكن كلكم عارفيني أن أنا موزيعة البرنامج مع دكتور خالد سقر بس أنا في حال الأصل طبيبة أمراض جلدية وتجميل بالليدر طيب النهاردة الحلقة بتاعتنا هتبقى بيكم وليكم يعني النهاردة هنتكلم على موضوع بيهم ناس كتيرة جدا ويقطع عارين كبير جدا جدا من البنات والسيدات وكمان الرجالة والشباب الولاد النهاردة هنتكلم عن الأخطاء الشائعة في التعامل مع البشرة والشعر إزاي بنتعامل مع البشرة والشعر بطريقة خاطئة وهناخدها كده step by step أو خطوة بخطوة وهنعرف إحنا بنغلط في إيه وبعد كده إحنا بنرجع نروح حيادات الدكاترة عشان نشتكي من حاجات بتخص أمراض الجلد وأمراض الشعر طبعاً أنا هستنى مدخلاتكم هتنوروني بكل الأسئلة اللي أنتو بتخطر في بلكم بخصوص البشرة وبخصوص الشعر اللي عايز يسأل على أي حاجة الموضوع مفتوح تماماً أي سؤال هنجاوب عليه النهاردة في وسط الحلقة طبعاً يعني أي حد يعني اللي يخطر على بلكم النهاردة الحلقة بتاعتكم أنتم أنا هقول الأخطاء وإنتو معايا تسألوا اللي أنتو عايزين في البداية هناخد الموضوع هنقسم قسمين الشعر له طرق جميلة جداً في التعامل معاه بس لو إحنا عرفناها وأدركناها عشان أقول لكم الطرق الكويسة لازم تعرفوا الأول إيه هي الأخطاء اللي بتخلينا نتعامل مع الشعر بطريقة مش كويسة وفي الآخر بتتسبب في تسقطه أو بتتسبب في الفراغات أو بتتسبب في أن فيه مناطق كبيرة جداً جداً ووسعة من الشعر ممكن تصل إلى حد الصلع أن تبقى فيه أماكن منورة وأماكن فاضية في الشعر طيب إحنا لو جينا في أول خطأ ممكن نكون بنعمله هقول لكم الغسيل بتاع الشعر طيب غسيل الشعر ده بيبتدي من أول أن أنا بختار المبدأ اللي أنا بخصل بها شعري غسيل الشعر ده يعني له طريقة وله تكنيك معين لازم أن أنا أكون يعني عارفة كويس قوي أنا بخصله إزاي أولاً المية السخنة بشدة قوي بتبقى خطأ كبير جداً أنك أنت تتعاملي مع شعرك وتخسليه بمية سخنة تكون السخنية بتاعتها قوية جداً خصوصاً طبعاً فترة الشتة وبتخلي الشعر بعد ما تخسليه ممكن يتحول يعني بيفقد لمعانه يفقد الرونق بتاعه يفقد ساعات من كتر ما المية ما هي سخنة بيسبب التساقط كمان ده أول حاجة وأول خطأ إحنا بنعمله فيه غسيل الشعر تاني خطأ بنبرده كمان بنعمله إن إحنا بنختار المادة أو الشامبو اللي إحنا بنخسل بالشعر بطريقة غلط أنا قاعدة بكفرج على تلفزيون بشوف المنتج الفناني والإعلان ورد تاني وكمية شامبوهات مختلفة كبيرة جداً جداً موجودة في السوق إحنا بنقولش إن الشامبو وحش أو الأنواع اللي موجودة في العرض بتبقى مش كويسة بس أخطار إزاي للأسف الشديد يعني أنت لو روحتي للدكتور وقلتي له أنا عايزة أستعمل شامبو كويس وهو ده اللي هيجيب من آخر مهما كان تمنو غالي ومهما كان تمنو ممكن يكون معدي أرقام خيالية الدكتور مش هيقدر برضو ينصحك غير في أضيق الحدود المحاولة والخطأ هي الأساس في اختيار نوع الشامبو الخاص بي يعني إيه محاولة وخطأ؟ يعني أنا دلوقتي خلاص أنا شفت مثلاً يعني الشامبو ده للشعر الجاف أو للشعر الدهني أو للشعر العادي زي ما بنقول عشان أنا أختار الشامبو الكويس بتاعي أنا بجرب أشوف أنا طبيعة شعر إيه وأعظن إن إحنا خلاص دلوقتي عارفنا طبيعة شعرنا ممكن تبقى عاملة إزاي الشعر طبعاً لو بيزيت على طول وبسرعة وبيعمل زي النوع من أنواع الدهون في فروة الراس مثلاً بعد يوم أو اتنين أو شعري زي ما بنقول عليه مزيت يبقى كده خلاصاً عارفت إن أنا شعري دهني طيب لو الشعر بتاعي حاسس إنه هو ناشف وهايش ومقصف وحاسس إنه هو ما فيش فيه لمعين خلاص يبقى كده أنا شعري جاف الشعر العادي ده بقى يعني نعمة من عند ربنا وبيبقى يعني نعمة هو مش متواجد كتير بس الحمد لله هو موجود وبنشوفه ده بقى اللي هو له هو جاف ولا هو دهني وبيبقى الشعر كويس وفيه لمعة معقولة بس طبعاً محتاج برضو عناية خاصة به وتختاري الشامبو بتاعك لو أنت بقى حد من أنواع التلاتة دول بتختاري الشامبو اللي مكتوب عليه النوع بتاع شعرك خلاص أنا جبته واشتريته الشامبو بأي مركة معينة أياً كانت وجبته طيب أنا استخدمته وحسيت إن أنا شعري مش كويس شعري مش حلو ما حسيتش إنه هو داني الحاجة اللي أنا عايزها من الشامبو ده طيب يا جماعة يعني أنا ممكن أتوقف تماماً يعني عن إن أنا أستخدمه أو يعني لو أنا قادرة مادية ممكن أسيبه وماكملش فيه استخدام وبعد كده أجيب واحد تاني وأجرم خلاص أنا وصلت دلوقتي للشامبو اللي مريحني وشايف أن شعري جميل وثابت عليه طيب إيه المانع إن أنا أفضل مستمرة عليه فترة طويلة؟ ناس كتيرة جداً بتقول ما ينفعش إنك أنت تثبتي على نوع شامبو واحد الموضوع ده يعني نادراً قوي الحدوث إن هو تحس إنك أنت بعد فترة من استخدامك للنوع شامبو معين إنك أنت محتاجة تغييريه إمتى محتاجه؟ وده يعني بيبقى فيه عوامل كتيرة جداً بتخليكي تغييري الشامبو ده منها إن مثلاً الشامبو نفسه التركيبة بتاعته ممكن تكون تغشت في السوق فأنت ممكن خلاص يعني أنت مش هتبضلي شبطانة فيه علشان هو بيريح شعرك وبيبقى كويس خلاص التركيبة بتاعته لو هي بقت مش كويسة إرمي الشامبو تماماً خالص ودوري على واحد تاني طيب يعني إمتى برضو أغيره تاني؟ لو حصل منه حساسية أو حصل منه إن فروة الراسي بتادت إن هي تكون لي إشرة طيب ما هو كده دلوقتي برضو نفس القصة ابتدى عنصر من عناصر أو مكون من متونات الشامبو ده إن هو يعمل لي مشاكل طيب ما أنا خلاص أنا كده دلوقتي هتوقف تماماً على إن أنا أستخدمه وارميه برضو تماماً أو أركنه على جنب وابتدي أستخدم واحد تاني مجرد واحد تاني يكون مناسب بفضل أقرر العملية دي لغاية ملاقي النوع المناسب بتاعي ومش عيب أبداً ولا حرام إن أنا أفضل سبتة على النوع المعين ده مدام هو مريحني فيعني أنا مش شايفة فيها أي نوع من أنواع الخطأ إن أنت تثبتي على نوع الشامبو طيب غسلنا الشعر بالشامبو فيه غلطة كبيرة جداً بتحصل من البنات والستات والولاد كمان يعني أياً كان يعني والرجالة إن أنا بأخذ الشامبو على إيدي وابتدي أحطه على فروة راسي مباشرة الشامبو ما ينفعش أبداً ده يعني مادة كيموية وفيها مواد بتبقى صعبة يعني إن هي تتبقى تتعامل مع الشعرية دايريكت أو مباشرة كده على طول لازم يعني أخفف شوية بالمية يعني أحط الشامبو على إيدي وأخففه بشوية مية وابتدي أوزه على شعري ما حطش مثلاً من الإزازة على طول على شعري كده بيحرق فرجة الراس ودايماً عادةً بتيجي في أماكن معينة اللي أنت دايماً متعودة أو بما بتيجي مثلاً تاخدي الشعر بتاعك تحطي الشامبو في المكان ده أحياناً كتير بسبب تساقط شعر في المكان ده علشان خاطر بنلاقيه يعني اتعرض للمادة الكيموية دي بصورة يعني أكبر من بقية الشعر طيب بالنسبة لنا دلوقتي الشعر دلوقتي وغسيله أنا خلاص بإني رغيت الرغوة أو الفوم على شعري لازم 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 وهفضل يعني أقول لازم دي من هنا للصبح أخسله وأشطفه كويس الشامبو مدام هو شامبو تجميلي ما ينفعش إنه هو مايتشطفش كويس أولاً حتى كمان شامبو طبي طيب إحنا معانا تصال تليفوني أحمد من المحلة هلو أيوة سلام عليكم سلام ورحباً 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 إزايك دكتورة أهلاً وسهلاً أستاذ أحمد إزايك والله يا دكتورة الحمد لله ربعيني والله أنا كان عندي سؤال بعد اتفضل مرني السعلبة على أجهة هي بالضبط وإيه الحل السريع لها طيب أنا عندي سؤال لك يا أحمد السعلبة ديت بتبقى دي حاجة موجودة معك من بدري ولا ظهرت فجأة أكتر من 3-4 سنين 3-4 سنين وبتروح تمام ولا بتتنقل من مكانها يعني بتروح من مكان لمكان تاني ولا هي سبتة مكانها لا بتروح من مكان لمكان تاني تمام عندك ضغط عصبي يا أستاذ أحمد أو حاسس أنك أنت دايماً على طول في استرس أو ضغط عصبي بالضبط أفهم تمام طيب فيه أشور مكان المكان الفاضي لما بتطلع السعلبة دي بلا فيها أشور الحمد لله ما فيش أشور ولا في أي حاجة ولا فيه أشور ولا إذن يعني الفروان ضيفة تماماً بالضبط فهم جمعاً تمام أنا هجاوب على حدتك يا أستاذ أحمد بالنسبة للسعلبة يا أستاذ أحمد دي بتبقى عبارة عن مكان فاضي من الشعر الشعر بيبقى فيه فعلاً يعني مكان يعني يكاد يكون محدد عمل مدور أو يعني شبه مدور المكان دا ما فيش فيه شعر خاص نهائي وطبعاً هو له أسباب كتيرة جداً بس في حالة يا أستاذ أحمد دي بتيجي من الضغط العصبي أو الضغط النفسي طبعاً يعني لازم يعني تحسن من نفسيتك عشان خاطر الموضوع ما يظهرش مرة دانية وفيه علاجات بسيطة جداً أنت يعني مجرد أن احنا بنحطها على الشعر وعلاجات موضعية أو حق أن بحاجات بسيطة كده ممكن يعني بطريقة معينة بس طبعاً لازم تروح لدكتور أمراج جلدية بيحقنك حق الموضعي في المكان دا وبتطلع الشعر بعد منها فما تقلقش خالص الموضوع بيروح ويرجع بس السبب بدون عارفناه يبقى بنحاول نعارج السبب ما ينفعش أن أنا أقولك أنه هو يعني الموضوع هيروح تماماً عشان خاطر ما تزيبش عليك إلا بزوال السبب اللي بيحصل منه استعلبة وما إن هي مش طلعة فيها أشور يبقى كده خلاص يعني هي الحمد لله ما فيش فيها فطر ولا حاجة فأنت مش محتاج مضاد للفطريات أنت محتاج بس تروح لدكتور أمراج جلدية وهو يحقنا فيها وإن شاء الله بإذننا الشعرية العمارة تاني نرجع مرجعنا تاني لقصة الشامبو إحنا دلوقتي غسلنا الشامبو وقلنا دلوقتي لازم يعني نشطفه تماماً وخصوصاً فروة الراس ما ينفعش أسيب أي رغوة تماماً على الفروة خالص ناخد اتصال تيفوني كمان معنا أسماء من الجيزة أهلاً يا أسماء سلام عليكم وعليكم السلام فضلي أسمحك أنا شعري تلتئيل قوي بس دلوقتي خف خالص وبقى في فراغات كده من شعري من قداء تمام سنك قد إيه أسماء أنا عندي 28 أساس متجوزة يا أسماء أه معي طبق أكفاض طيب بتردعي أو حاجة دلوقتي لا دلوقتي مبيش أي حاجة أنا أصدر طفل عندي عنده خمس ستة سنين خمس سنين طيب أنت المشكلة دي عندك بقالها قد إيه الأول تقريباً سنتين كده أنا شعري بدأ يفقط مرة واحدة بس شعري كان تيل أو ناعم بقى خاصة أنه شعري بقى حرش كده من قداء تمام استعملت أي حاجة فيها فردي أسماء؟ لا في حياتي ما أعملت أي فردي في شعري خالص لا بس أنا شعري ثمان فيه أبيض قوي كتير تمام وفيه كنت مستعمل بقى لها السبغات اللي هي الغرنية وبدأها الحاجات دي بالضبط استعملت السبغات فترة قد إيه كم مرة؟ كتب لا يعني أنا بقى لي سنة بحطه يعني السبغات دي بتستعملها بقى لك فترة طويلة؟ هي تقريباً سنة تقريباً سنة لأن شعري خلاص بقى تقريباً عالياته وبدأ يبقى بيض كله يعني طيب ماشي أوكي هجاوب عليك يا أسماء حاضر بالنسبة للموضوع أسماء طبعاً دي شك وطبعاً عامة مفيش ست في الدنيا ما عندهاش تساقط شعر لازم الأول نعرف تساقط الشعر ده اللي هو نفرق ما بين تساقط المرضي والتساقط الجير مرضي والتساقط العادي اللي احنا مفترض أن أي بني آدم في الدنيا متوسط وقوع الشعر بتاعه في اليوم حوالي 100 شعرية في اليوم ما ينفع يعني أنا أوقع 100 شعرية في اليوم ده كده طبيعي وعادي ما ينفعش أن أنا أعدي يوم من غير ما أوقع كم الشعرية دول فده طبيعاً إنما طبعاً لو أنا زدت عن 100 شعرية دول وابتدى فعلاً فراغات في راسي وابتدى راسي فره وتراسي اتنور زي ما بيقوله فده ما يعني أكيد طبعاً فيه حاجة مرضية بالنسبة لأسماء هي ما شاء الله عندها 3 أطفال فيعني حملت وردعت يعني أو يعني ممكن تكون حتى لو ما ردعتش مع الحامل لوحده أحياناً بيحسن الشعر شوية بس بعد الولادة بيبتدي الشعر حالته بالسوق تماماً وبيبتدي يسقط تاني حاجة أسماء عملتها موضوع السبغة السبغة زي ما هي برضو احنا بنحطها على شعرنا عشان خاطر التجميل والشعر الأبيض فاحنا مضطرين أسفين إن احنا نقول إن السبغة برضو من أحد الأسباب القوية في تساقط الشعر إحنا هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نقلل السبغة تماماً تاني حاجة إنتي محتاجة أسماء فيتامينات قوية علشان خاطر إن كنتي تتلافي موضوع سقوة الشعر ده في فيتامينات عن طريق كابسولات عن طريق البق لو إنتي مش حابة إن كنتي تاخدي الكابسولات اللي عن طريق البق دي ممكن تاخدي حقاً موضعية والتساقط هيروح إن شاء الله بإذن الله بس تروحي الدكتور متخصص وإن شاء الله بإذن الله هيوصف لك دواء كويس جداً وفيتامينات هتبقى كويس معنا اعتصال تاني علي مسكندرية أزاي حضرتك في فن أهلا وسهلا أستاذ علي تفضل ربنا خليكي والله أنا كان عندي ابني شعر خفيف شوية ويجبت له كريمات وزيزي وزيوك شعر وكلام من ده ولكن برضو يعني فعاد كده الشعرية بتجف هل في حاجة تخلي الشعر يفضل راتج ومفروضه كويس سن ابن حضرتك كام؟ نعم سن ابن حضرتك كام؟ هو عنده تسع سنين تسع سنين شعره ناعم ولا شعره فتلته وخش نشوية؟ شعره ناعم شعره ناعم طب أنت بتشتكي من تساقط ولا بتشتكي من إن هو الشعر مش حيوي أو صحي أو جل معه؟ اه اه مش حيوي مش حيوي تمام بتستعمل جل أو بتستعمل حاجة عليه؟ لا الزيوت وكريمات فيه كريم نيوهير وفيه زيوت وحاجات من زيت الزيتون خام تمام حاجات من زيت الزيتون الحالو ولا بركو فيه مشكلة؟ اه يعني بصراحة زيت الزيتون وأحد أسباب تساقط الشعر بش أقولك إنه عشان خاطر بيعمل كده عشان إحنا باستخدمه غلط مش زيت الزيتون في حد زيته لا أنا عشان خاطر أستخدم زيت الزيتون عشان يطلع لي شعري ويبقى معي كويس أنا بعمله مرة واحدة بس في الأسبوع وحابة صغيرة جدا ممكن أدفيهم بس كده على حمام معيني على كباية حتى كده فيها بخار مية وبحطه على فرق تراس بدلكه لمدة ساعة واخسله تمام قطر استعمال الزيوت هو اللي بيخلي الشعر مقصفه كده بطل الموضوع ده تماما واتلاقي شعر الولد رجع تاني وبقى كويس كده عايز أستأذن حضرتك حاجة بسيطة بعد بإذنك ممكن أقولها من برحة حضرتك كانت برنامج عن الأطفال وعن أول يوم في المدارس وكده كان برنامج جميل تستعمال وكنا سوعدة خالص بحضرتك وبالأستاذ اللي كان موجود بس كان فيه ملحوظة كده عايزة أقولها أستأذنك لما أنا أقولها الوقت اتفضل أنا عندي ابني طبعا هعمل مقدمة بسيطة مبدئيا النهاردة الشباب من سن 9 سنين لغاية 20 سنة الأخلاق والأسلوب والتعامل أصبح يعني فيه مشكلة أولا التعليم التعليم في مصر يعني هنتكلم عن التعليم في مصر لأن إحنا مصريين وعايزين التعليم يكون كويس وأن ربي جيل محترم يطلع منه دكاترة ومهندسين وناس كويسة جدا التعليم في مصر لازم أن يبقى رقم واحد لأن إنتي بتربي تعالي مثلا معلش لو أخوك الكبير مثلا أو زوجك لو سألت وقلت له أياما كنت في المدرسة كان مدرسة بشكله إيه وكنا نخلص نهابه في الشارع أكيد طبعا الموضوع كان مختلف تماما يمسون زهاب فعلا ابني بيشتكيلي بيقول لي بيقول لي يا بابا أنا كتبت كلمة غلط في الكماسة القبلة كسرت الألم وحدفته في وشي لأ طبعا ده تصرف مرفوض تماما يعني وأكيد زي ما فيه مترسين بالمنظر ده أكيد فيه مترسين كويسين أنا بفكر أروح المدرسة وأعمل شكوى أكيد لازم وطبعا الست دي المفروض والله العظيم ثلاثة المفروض أنها تنعزل عن التعليم لأنه دي مش مربية أكيد طبعا أنها دلوقتي كسرت بخاطر الولد يعني ما ينفعش أن هي العقاب مش على قد الحاجة اللي هو عملها لو ابنها ترضى أن حد يرمي الكراسة في وشه أو القلم يتكسر وينترمى في وشه تصرف مرفوض تماما المكان اللي حضرتك فيه ده من بر الدنيا كلها تسمع ويا معلمين ويا أسابزة أنتو ناس زي اللي قبلكم كانوا أفاضل ومنحترموهم لذي سبحان الله المدرس أخش عنده ولا ابتدائي كلهم طبعا مدرسين كانوا فوق رأسنا من فوق آه احترام احترام شديد النهاردة تسمعي أني مدرس ضرب تلميذ ضرب مدرس تلميذ شتم مدرسة طب إزاي إيه اللي بيحصل ده طبعا أكيد تعليم ده رقم واحد رقم واحد عشان ربي ديل محترم عشان ابني يجيني يقولي يا بابا ترمي الكراسة في وشي لا طبعا مش من حقها تماما يعني أنا طبعا يعني فهمت رسالة حضرتك وأكيد وصلت أنا هوجه رسالة فعلا لأي معلم أو لأي أب أولا أنت يا أستاذ إيهاب ما تسكتش عن حقك ولازم تروح تشتكي لا يعضيه حق وراءه مطالب يعني طالب حقك وده حقك تماما وطبعا بوجه رسالة للمعلمة نفسها يعني الرحمة والرقفة بالأبناء نعملهم زي ما يكونوا أبنائنا والحمد لله يا رب أنه ممكن تكون دي يعني نموذج أكيد مش كل مدرسيننا كده لأنهم كلهم ما شاء الله يعني كلهم فوق راسنا ولو في نموذج سيء نتمنى أنه يختفي من مجتمعنا قريب شكرا لك أستاذ إيهاب هنرجع مرجعنا مرة تانية ونتكلم على طيب فيه اتصال تليفوني كمان شايماء من اسكندريا تفضلي سرعي تفضلي أستاذة شايماء أنا أسماش يا دكتورة أنا شعري فيه حاجة فاضية كده فيه تمام فين يا أستاذة شايماء في الجنب التى شعري طيب دي حاجة ظهرت جديدة مؤخرا ولا دي حاجة قديمة معاك من زبان لا أنا بقالها مدة خمس سنين خمس سنين ما بتتنقلش من مكان لمكان تمام فاضية خالص ما فيش فيها ولا شعراية لا ما فيهاش خالص ما فيهاش خالص طيب ما جربتش تروحي لدكتور وتسألي عليها لا بصراحة أنا وقت السعدالية والدكتور قال لي لا دي مش سعلبة ما تقلقش منها طيب يعني انت بتقولي ان هي مكان فاضي تماما في الشعر صح كده؟ طيب انت لازم تتوجهل ان هي يعني أكيد زيها زي شكوة السعلبة اللي كانت جات لنا من شوية لازم دكتور يبص عليها لازم يفحصها فيه أجهزة بتبقى مش متوفرة في السيدالية علشان تقدر تقولي الفراغ ده بيعمل كده ليه؟ يعني لازم أعرف حتى نوعه فيه أجهزة في العيادة عند دكتور الأمراض الجلدية هيكشفلك بيها وهيعرفلك انت أصلا السبب بتاع الفراغ ده ايه؟ وهتخدي علاج ويعني طبعا أنا لازم أكون شايفاكي عشان خاطر أقدر أقولك الفراغ ده سببه ازاي؟ فمعلش هتتعابي شوية وتروحي للدكتور والدكتور ده هيفيدك لان هي بنسبة طبعا تسعين في المية ان هي سعلبة ولازم تروحي الدكتور وهو هيوصف لك الدواء المطلوب والمناسب لك شكرا لك يا أستاذ شايمان معانا شيرين من البحيرة فضالي ماشا اهلا يا دكتور اهلا يا أستاذ شيرين ازايك؟ اهلا بيك منوار لا يخليك ما نقولك يا دكتورة ولا سمحتك أنا شعري من جبان خفيف خالف تمام انت سنك قدية يا أستاذ شيرين خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين سنة تمام خفيف ازاي؟ رجعت يعني حسيت ان انت ازاي ما تكوني بتصلاعي كده وشعرك بيرجع على ورا؟ اه على شعرك كده عمالي بيخصي خالص من جده طيب بتربطي شعرك ازاي مدام شيرين؟ أنا ملعمله كحكة عادة كده من ورا على طول بتبقي ربطة ولويا ورفع الكحكة ومدبسة صح كده؟ لا أنا مش لويا جامد كده أنا خليها مخفيف خالص كده من ورا يعني على طول لما أنا قصدي علي ان انت على طول لماي يعني أنا مش دايما بيبقى حر وسيب ورا ظهرك صح كده؟ معاي أستاذ شيرين؟ أيوة دكتورة أيوة كده طيب بصي بقى أولا من العادات الخطأ اللي احنا بنعملها ان احنا دايما لماين شعرانا في اتجاه واحد يعني أنا على طول بسارح شعري على ورا وبروح جاي لما الكحكة بتاعتي الظريفة الجميلة وعلى طول كده وبقى لسنين طويلة بستخدم الطريقة دي في لما شعري انت حلك حاجة واحدة بس انك انت تحاولي تفرقي فرق يعني مرة تجيبيه على اليمين ومرة تجيبيه على الشمال ومرة تفرقي فرق من النص يعني لو هتستخدمي ده اسبوع وده اسبوع وده اسبوع وطبعا ان كد انك انت شعرك رجع لورا عشان طريقه تشد فقط طبعا ده يعني حله بسيط جدا ومجرد انك انت هتهويه ومجرد انك انت هتبتدخل شوية فيتامينات وشوية حاجات هيوصفها لك برضو الدكتور لما تروحيه بإذن الله هديرجع شعرك تاني مرة تانية تماما خالص ومش هيبقى فيه اي مشكلة الحل الاخير خالص بقى لو انت ما وصلتيش بحل للحاجات الموضعية او عن طريق الفم فيه حق ان بعد كده بيبقى في الشعر بيبقى فيه فيتامينات بتتحقن موضعي ولما بتحقينيها في الشعر كده الحمدلله بترجع مرة تانية وتبقى فيش اي ادنى مشكلة خالص فقرى بالدكتور وتوجهي فورا وهيعملك اللازم ما تلاقيش شكرا لك سي دكتورة اللي متمحتين عليش ففيه كلف وشي من ساعة ما كنت حامل في المرة الاخرانية في الثالثة ده لكلف وشي فمش رضي يروح تمام طيب الكلف ده برضو الموضوع سهل جدا انتي بس اللي مستشرتيش دكتور الكلف ده عبارة عن تصبغات بتحصل وقت الحمل لها وقت معين وبعد كده المفترض انها بتروح بعض السيدات زي ما حصل معاك بيفضل الكلف ده مستمر معهم لغاية فترة طويلة برضو لازم بنتعامل معاه يعني ببعض الكلمات وبعض الحاجات اللي احنا بنبتدي من احنا نحطها على وشنا ودي برضو دكتور الامراض الجلدية هيوصفها لك يعني زيارة بسيطة للدكتور الامراض الجلدية هتلاقي حللك المشكلة فورا ان القسم مش قادر اقولك أسمية وجرية على الهواء بنستخدم هارفي يا دكتور لا مش سامعاك يا شيري مってقولي ايه بنستخدم هارفي اه ده عبارة عن ايه؟ ده كريم ايه كريم كريم هارفي بتجيبيه من اين؟ بتجيبيه من السيدلية ولا بتجيبيه من اين؟ من السيدلية اه بس ده كريم مش طبي ده كريم تجميلي صح؟ مش عارفة ده هو جل كده والدكتور جل كده اه يعني طيب لا هو الكريمات اللي بتتستخدم في المكان بتاع الكلف دوت لازم بتكون كريمات طبية صرف ما ينفعش انك انت تستخدمي كريم تجميلي تماما مش هيعمل معاك تأثير زي ما هيكون الكريم الطبي مكتوب لك وحاجة تانية كمان بلينا برضو بعض الحاجات التانية اللي ممكن نستخدمها زي الليزر وزي حاجات تانية كتير فيعني هتلاقي عندك مية حل وحل انك انت بس لازم تتوجهي لدكتور امراجل دي الكريمات التجميلية بلاش استخدمها انها احتمال كبير جدا انها ممكن تزودك الكلف او ممكن مايروحش انت عانا تستخدمي فترة طويلة وما راحش شكرا يا أستاذ شيرين ايه شكرا شكرا لك نكمل كلامنا في الشعر احنا خلاص غسلنا للشامبو عايزين بقى في بعض الناس بتبقى حابة ان هي ترطب طبعا انا من انصار الترطيب من هنا للصبح بقى واحد واثنين وثلاثة واربعة سواء كان بشرة او سواء كان شعر لازم ارطبه الترطيب بيخلي شعري صحي ويخلي بشرة صحية بيحافظ على الزيوت اللي موجودة جوه شعري واللي هي الطبيعية بتاعتي وبيحافظ على المية اللي موجودة جوه شعري في بعض الناس طبعا بتحب تستخدم حمامات الكريم وبعض الناس بتستخدم البلسم طبعا الخطأ الكبير والاعظم يعني لا يمكن ان احنا نغتفره تماما انا باخد البلسم وكمية حبة حلوة كده وبروح جاي حطاه على فروة راسي يعني طبعا ده بيعني خطأ تماما 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 واحد اسباب تسقط الشعر الرهيبة معانا طيب احمد بن اسماعيلية الفضل يا سوز احمد السلام عليكم دكتورة عليكم السلام ورحمة الله تفضل بقول لها حضرتك الصلع الوراثي بالنسبة للصلع الوراثي ده ليه علاك حضرتك؟ طيب هو الصلع الوراثي دوت يعني بما انه هو خلاص موجود بقاله قد ايه يعني احنا الفترة بتاعته بقاله لسه ظاهر حديثا ولا بقاله فترة طويلة وخلاص بعتش فيه شعر خالص موجود في المكان لا هو قدام حاليا هو موجود وراء شعرها بسه هو بقاله اربع سنين بقاله اربع سنين طيب المكان ما بطلعش فيه شعر خاص ولو حتى شعر بسيط صغير لا هو بالنسبة للقدام هذا خط الشعر خالص اللي مورا موجود شعرها طيب بما ان احنا لسه في الاول ولسه بنقول يا هادي في موضوع الصالع الوراثي فده يعتبر من الحاجات اللي لسه يعني ايه ما دخلتش في المراحل الكبيرة المتقدمة اللي ممكن ما يبقاش فيها يعني حل موضعي احنا في الاول فيه كلمات وفيه وصفات وفيه دوا شهير جدا طبعا يعني انا مش هقدر اقول كيرل الاسم العلمي بتاعه اللي هو المنفسدين هتخط بخاخة على شعرك حطيتها قبل كده ولا محطتهاش لا ما حطيتش نعم طيب لازم دكتور برضو يوصف لك ولازم يشوف الحالة المينوكسيديل رائع طبعا في انك انت ممكن يعني تقدر انك انت لو بخيت على الاماكن اللي فيها الفراغات بتاعت الشعر اللي هي ابتدت لسه تظهر كسلع وراسي هيحافظ على يعني او هينقذ ما يمكن انقذه في الاول طول ما انت بتستخدمه فترة بس طبعا لو خلاص بحنا وصلنا لمرحلة الحل الاخير خالص اللي هو الزراع يعني مش هيبقى فيها حل تاني غير ان احنا نزدرع فناني طيب احنا نقدر نحافظ عليه زي ما قلتلك بالسبري اللي احنا بنرشه على الفروة الراس طبعا انا قلت الاسم العلمي بتاعه بس لازم تروح للدكتور هيوصف لك الاسم التجاري وايقولك تستخدمه ازاي بالظبط له طريقة في استخدامه وما ينفعش انه طبعا يتوقف مرة واحدة بتستخدمه الفترات طويلة شكرا يا سيد احمد نرجع مرة تانية ونكمل موضوع البلسم طيب احنا كده دلوقتي البلسم حطناه على فروة راسنا يعني حرقها دماما يعني ده يعني عملنا تساقط رهيب جدا تساقط دام يعني الحل الوحيد ان انا استخدم بالبلسم بطريقة لطيفة او حمام الكريم بطريقة لطيفة اللي هي ازاي اللي هي ان انا احطه على اطراف شعري فقط مقربش من فروة راسي خالص نهائي علشان خاطر قدر احافظ عليه هرطبه في نفس الوقت وفي نفس الوقت ان انا حافظت عليه من التساقط نرجع بقى يعني يمكن قبل الغسيل ستتنا وبناتنا ويمكن يعني ناس كتيرة جدا بتحب زي ما سوز احمد زي ما مش عارفة كان من قصة زهاب تقريبا كان بيحط على ابنه يعني زيت الزتون او بيحط له حمامات زيت بصورة كبيرة طيب هو طبعا زيت الزتون ممتاز جدا وحلو وكويس بس ستتنا اللي بيستعملوا حمامات الزيت بكسرة وبوفرة يعني عشان خاطر يعني هي اولا في التناول الجنية وممكن نجيبها من عند العطار او نجيبها من عند الصيدلية بس طبعا يعني صعب جدا ان انا استعملها اكتر من مرة واحدة في الاسبوع كبيرها مرتين في الاسبوع وده يعتبر يعني اقصى حاجة ممكن تستخدمي فيها حمام الزيت ازاي بنتستخدم حمام الزيت او حمام الكريم حمام الزيت ليه طريقة في استخدامه حمام الكريم ليه طريقة تانية في استخدامه وخلص حمام الزيت أنا بدفي أجيب الزيوت بداعتي الطبيعية اللي أنا يعني ممكن أستخدمها زي مثلا زيت الصبار لو في حالة تساقط زيت الزتون في حالة أنه هو طيب هنكمل بقية الوصفة بتاعتنا بس ناخد الحاجة شادية من النسوي في الأول حاجة شادية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الله يسلم حضراتك اتفضلي لو سمحت كنت عايز أفعل على حاجة بالنسبة للصابون للشعر الصابون نعم الصابون اللي هو بريحة ده طيب ده أنت يا عمالتي سؤال مهم جدا وقلت لي سؤال مهم جدا يا حاجة شادية الصابون ده ممنوع منعا باتا إنك تستخدميه على الشعر الصابون ده مادة كيميائية قوية جدا 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 ماينفعش تستخدم على الشعر ولا على فروة الراس نهائي إذا كان الشامبو اللي هو معالج ومعبول بطريقة لطيفة عالتهم خاطر نستخدمه على الشعر بنقول لازم نشطفه كويس فمن باب أولى الصابون اللي هو بريحة ده اللي هو العادي بتاعنا اللي على الحض بنغسل بيئ دينا ده ممنوع تماما على الشعر أولا هيخليه ده فيه صودة كوية هيبتدي يخلي الشعر يبقى ناشف جدا تسريحه صعب تساقط تأصيف يعني لا ملاش خالص ده ممنوع تماما خالصي حاجة شادية بسيلك جدا على سؤالك وسؤال فعلا جميل جدا وأنا كنت هقوله من ضمن الأخطاء اللي كانت بنعملها مع الشعر نرجع تاني لحمامات الزيت حمام الزيت طبعا اللي باختار الخلطة بتاعتي لازم أكون جايبها من مصدر موصوق منه يعني عطار ما يكونش الحاجة بتاعته موجودة عنده بقالها يعني 30 سنة في المحل وما بتتجرش وراحه جاية واخد زيت من عنده ما هيبقى مزنخ مش هينفع أنا ما أخطه على شعري ده مش هيجيب نتيجة وهيجيب نتيجة عكسية تماما وهيوقعه أو طبعا أنا خلاص متبقيني خلاص متطمنة للزيوت اللي أنا جايباها حتى لو الخلطة بتاعتي طبعا بحطها على بعضها ولازم أبقى عارفة كويس قوي أن الخلطة بتاعت ديت أنا مجايباها عشان خاطر إيه سواء كان تساقط أو سواء كان تراوة ولمعين يعني زيت الزتون وزيت اللوز بيعمل تراوة ولمعين زيت الصبار بيمنع تساقط الخاروة برضو نفس القصة بيمنع تساقط وبيطلع شعر بس يعني إيه الاستعمال بقى يبقى بلطف إزاي باخد التركيبة بتاعتي أو الخلطة بتاعتي وممكن نحطها مثلا في حاجة مثلا يعني صغيرة كوباية أو أيا كان مثلا أو بولة صغيرة وبخليها مثلا على حمام مياه دافية مروحش أسخنها على النار النار المباشرة هتعملي مشاكل يعني أو هتعملي الزيت هتحرقه هيبقى برضو كده خلاص الفايدة بتاعته كده راحت أنا باخد الزيت الدافي ده وبحطه على فروة راسي وبحطه يعني بونية فوق منها وبعد كده بسيبه لمدة ساعة واحدة بس هرجع كامل لكم بقية الوصفة ومع أنا أولا من الفيوم تفضلي يا أستاذ عوالا السلام عليكم عليكم السلام اطلاع وبركاته عبدالتك أنا معي أنا أسمي أولا من الفيوم تفضلي يا أستاذ عوالا معيك مولودا من غير شعر خالص من أول ما تولدت من غير شعر خالص من أول ما تولدت وأخوها نفس النظام آه وأخوها كمان نفس النظام آه بس لفيت كتير مستشفى روحتي دا كتير روحتي علاجات كتير حتى الزرق عملي ممنوع ما فيه يعني مستحيك عايزة عرفين السبب وإيه الإلاغ مفيش ولا شعرية خالص في شعرهم هم الاتنين لا البنت ولا الولد عبارة عن صوفة وزيزينة تلمت على طول يعني إيه صوفة يعني عامة زي الصوف كده آه طب يعني هو فيه شعر ولا مفيش فيه شعر يعني إيه الصوفة زي القلوب لا قدر تدوينت على طول طيب تمام دي ليها علاج معين بس أنا عايزةك تسيبي رخمك في الكنترول وأنا هوجهك في المكان حد هيتعامل معاك بطريقة كويسة جدا وهيقولك الدنيا فيها إيه لنديلة محتاجة فحص ما ينفعش العلاج على الهواء أبدا أنا هقولك تروحي فين سيلي بس رقبك في الكنترول وأنا هوجهك حاضر يعنايا الاتنين حاضر سيلي بس رقبك في الكنترول وأنا هبلغهم يقولك بالضبط تروحي فين بالضبط تسلامي ربنا يا خليك يا سوز علي مرسي جدا مع السلام نكمل تاني بقية الخلطة بتاعتنا اللي احنا كنا بنكلم فيها دلوقتي أنا كده خلاص حطيتها باخد بإيدي بأنامي الإيدي أو بالأطراف بتاعت إيدي بحطها كده في الزيت وبروح جاي حطها على فروة راسي وابتدي أدلك بلطف يعني لغاية ما وزع الزيت كله على فروة الراس وجزء بسيط منه على الشعر نفسه يتساب لمدة ساعة واحدة بس وممكن ألبس فوقيه فوطة سخنة أو يعني فوطة ممكن تكون مثلا مبلولة ماية سخنة وحطها على شعري أو بني بلاستيك خالص زي اللي احنا مندخل بيه الحمام ده وحطه لمدة ساعة واحدة بس بعد ساعة الشعر لازم يتجسل تماما ما يتسابش فيه ولا نقطة زيت شامبو وبعدين ترطيب بالبلسن وبعد كده بشطفه تماما خالص ولغاية ما يرجع مرة تانية حمام الكريم نفس القصة بس حمام الكريم أنا مش هحطه على فروة راسي نهائي الزيت هيتحط على الفروة حمام الكريم يتحط على أطراف الشعر فقط ومقربش من فروة الراس خالص برضو نفس القصة بسيبه لمدة ساعة واحدة وبخسله وبشطفه تماما عشان ما يفضلش فيه أي رواسب من سواء كان من الزيت أو من حمام الكريم طيب أنا كده خلاص خلصت الغسير الشعر عايزة بقى أصففه إزاي أسرحه إزاي علشان خاطر ما يتقطعشه مني وساعات بيوصل لمرحلة النوع يبقى عامل زي الأستيك تحت المشت طبعا مفضل أن أول حاجة أن أنا أستخدم المشت الخشب المشت اللي هي البلاستيك بتعمل زي نوع من أنواع الكهرباء كده طيب إحنا هنكمل كلامنا بس ما نشوف نورهان الأول مع علامة القاهرة نورهان نورهان عليكم السلام ورح تلاهي بركاته تضّل يا نورهان تضّل نوع ما يكونش فيه حاجة اسمها سيليكون يعني فيه أنواع كويسة جدا بس تختاري أو تروحي للصيدلية تقولون أنا عايزة نوعه يكون خالي من السيليكون طيب طبعا أقولتي سؤال مهم جدا وحلو جدا أنا كنت جايله دلوقتي في تصفيف الشعر السيرم برضو ما يتحطش على فروة الرأس خالص نهائي ما ينفعش بأي شكل من الأشكال من السيرم يتحط على فروة الرأس لأن السيرم بدام هو لمجرد أنه هو معمول عشان التصفيف ده يبقى على الشعر بس بينفعش يتحط على الفروة فيه سيرم تاني ده الدكتور بتاع الأمراض الجلدية بيوصفه علشان خاطر يطلع شعر يعني فيه أنواع بس دي لازم يكون دكتور الأمراض الجلدية هو اللي كاتبقولك ده الوحيد اللي بتحط على الفروة مش بتاع التصفيف بتاع التصفيف لازم يبقى على الشعرية فقط وممكن تحطيه حابة صغيرة ما تستخدمه مش بكمية كبيرة أبدا هم بجرد بس أن ينتي ضغط أو ضغطتين وتروحي جاي حطيه على شعر سواء كان شعر مبدول أو شعر ناشف وكي ما فيش مشكلة خالص بالنسبة للاتنين وتسرحي شعرك كملي معايا بقى دلوقتي وهقولك إزاي تسرحي شعرك بعد ما تحطي السيرة نرجع مرجوعنا هنسرح شعرنا إزاي طيب طيب إحنا معنا برضو أحمد يعني نشوف بقى جايزي جزء برضو سؤال في التصفيف ربنا يسأل تقدر يا سيد أحمد ألو ألو أستاذ أحمد معي أستاذ أحمد أستاذ أشرف يا دكتورة أستاذ أشرف تفضل أشرف أشرف شعاتي أه اتفضل معيك ماشيت ناف أهلا وسهلا أهلا بيتك اتفضل عندك سواجي عند اللمانزة المدام شعرات يقعد تمام طيب هي بتحمل أو بتردع أو كده لا لا مش حامل ولا بتردع دكتورة تمام طيب هي دلوقتي بقى لها قد إيه بيسأت شعرها ها بقى لها قد إيه بيسأت شعرها بقى لها تعسلتين دكتورة ولفت كتير وبرحت المشاشفات كتير ما فيش فايدة طيب تمام أنا يعني ممكن برضو لو سبت رقمك في الكنترول أنا ممكن أوجهك لمكان كويس يقدر يشوف الحالة بس برضو هفيدك برضو قبل ما تروح للمكان اللي أنا هقولك عليه طيب بالنسبة لتساقط الشعر بيبقى فيها عوامل كتير جدا إحنا يعني بنغفل عنها يعني لازم تكون أكل مدام بتاكل أكل صحي لازم تكون بتاكل خضروات كويس جدا 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 لازم تكون يعني يعني مش سايبة نفسها إن هي مثلا يعني العناية بالشعر مثلا ممكن تكون ما بتستخدمش مثلا مرطبات كويسة فبتكسر بسرعة وبتأصف معاها وممكن تكون بتخسره بطريقة غلط زي ما احنا ما قلنا ولسه بتقول تلوقتي طريقة تغسي الشعر الصح إزاي كل الحاجات دي كلها لو هي سمة الحلقة من الأول لو لقيت خطأ من الأخطاء اللي هي بتعملها دي يبقى لازم إن هي يعني تتلفا وهتبص تلاقي الشعر بتاعها تحسن كتير بما أن فيه تساقط مراضي فبالفعل لازم دكتور أمراجل دي يشوفها علشان خاطر نعرف الموضوع عامل إزاي أو إيه سببه ممكن يكون عندها إشرة ممكن يكون عندها نعمل أنواع الصلع الوراثي برضو زي ما بيجي للرجالة بيجي للستات فإحنا كل ده لازم عشان خاطر نقدر نحدد هو إيه بالضبط لازم أشوف دكتور أمراجل دي عشان يكشف كشفه مظبوط ويديني العلاج المظبوط شكرا لك هنكمل كلامنا دلوقتي على التصفيف احنا الشعر هو مبلول بيبقى من أضعف أضعف حالاته أنا لما بيجي أصفف شعري لازم لو أنا شعري طويل أنا همسك المشت الخشب أو حتى لو كان المشت البلاستيك بس لازم تكون السنون بتاعته واسعة وسلك الشعر من تحت لفوق يعني بمسك آخر الشعر من تحت مجيش من فوق وابتدي التسريح من أول منبط الشعر من هنا ده خطأ تماما لازم أبتدي من آخر طرف الشعراية وسلك حتة بحتة الحتة اللي تسلك أطلع على طول فوق منها وسلك الحتة اللي بعد منها لغاية ماوصل لجدور شعري كده أنا تلافيت تماما إن أنا شعري يسقط من التسليك أو التسريح الخاطئ طبعا السيرم زي ما كنا بنقول دلوقتي لازم يتحط على الشعر سواء كان مبلوء أو سواء كان ناشف بس هيتحط على الشعر نفسه ومش على فروة الرس خالص نهائي طيب أنا مش حابة السيرم ممكن أستخدم إيه؟ هاستخدم كريم برضو نفس القصة زيه زي الشامب بالضبط محاولة وخطأ هجيب الكريم اللي في السيدة طيب إحنا معنا تصال تليفوني نشوف مؤادة من القاهرة أهلا وسهلا بسرعاني أهلا وسهلا تفضلي أنا بتتصل الدكتورة إزاي عايزة مسكات وحيات البشرة تفتح البشرة وكده يعني يعني حاجات مهمة طبيعية عرضوا أنا كنت حامل وكده تمام كتير أورب لمتجوز وكده يعني كتبشت حلوة ومجميلة يعني وكده بس بعد الولادة حسيت إياه بيهتت شوية بس الحمد لله ما فيش كلف بعد الحمل لا 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 يا حلو بس يعني حسيت يعني اللي أنا مرحقة شوية يعني عندي على فكرة عندي سوات تحت عيني يعني تم حاضر يعني تمام حاضر مرود دائم حاضر علي طيب يعني إحنا لسه كنا هنتوجه لموضوع البشرة دلوقتي بس بما أننا خلاص جالنا السؤال قصة المسكات الطبعية يعني أنا طبعا أنا مش ضدها والله خاضص ولا أن أنا بقول لكم أن المسكات الطبعية مش هتعمل حاجة بس هي بالفعل نسبة تأثيرها تكاد تكون يعني معدومة يعني المسكة طبعا أنا أجيب بيض وكركم من التلاجة وحط مش عارف زيت مش عارف إيه وحط الزبادي والكلام ده كله يعني ما كانش حد غلب يعني أنا بصراحة مش قادر أقول لكم أن أنا يعني ما سفت لكم معتقد أنتوا بقالكم فترة طويلة جدا بتقول أحط الزبادي على وش عشان يرطب طب هتولي حد يا جماعة بعد ما نجرب الوصفات الطبعية وبعد شوية حسب أن هو بشرته يعني بقت تحولت يعني الموضوع بيبقى صعب شوية خصوصا أن ما بيكون فيه تصبغات أو نوع البشرة البهتة أو اللي هي فيها تصبغات تحت الجلد أو غيرت لون طبعا الوصفات الطبعية طبعا فيه بعض الحاجات منها بتبقى لطيفة بس عشان خاطر كبرها كبرها هي هتعمل لي إيه أو تأثيرها هتعمل إيه هترطب البشرة فقط مش هتعمل أكتر من كده والكريم اللي هنحطه على البشرة بعد كده هيرطب كمان جزء وطبعا لازم اختاره بعناية جدا 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 مش أي كريم هحطه على بشرتي عشان فيه كريمات بتجيب نتيجة عكسية وبتخلي البشرة تأكسد طيب إيه تاني هعمله يعني أنا مضطرة أسفة أنا أقولك أنه هو يعني لازم برضو تروحي للدكتور علشان خاطر تقدري تحددي العلاج بتاع بشرتك شكله عامل إزاي أنت بحتاجة إيه بالزبط وهقولك عليه دلوقتي تاني بس تبعي معانا تاني اتصالت لفوني سلام عليكم عليكم السلامة وطلعه بركاته أستاذ الشايماء تفضلي إيه لو سمحتك وتعيز أسأل على طيب ممكن يا أستاذ الشايماء تقفلي تلفزيون وتسمعيني من التليفون علشان خاطر أعرف أسمعك كويس فضلي يا أستاذ الشايماء لو سمحت شعر على طلب ينزل طيب سنك قدية يا أستاذ الشايماء 22 سنة 22 سنة ده أنت لست صغيرة يعني ما بيطولش خالص إزاي طيب أنا هجاوبك يا أستاذ الشايماء واسمعيني في الإجارة بتاعتك دي من الشكاوى القوية جدا اللي بتجيلنا في العيدات أنا شعري ما بيطولش أنا شعري مع الجزء أنا شعري اتقص عند كوافيرة كانت ايديها مش سخية وابتدى شعري ما يطولش مرة تانية خالص يعني هتجيلك الشاكوى أو بتجيلنا الشاكوى بطريقة يعني بطرق كتيرة جدا أثبت لكم هي بيطول الشعر أسبوغي شعرك ولو سبغتي شعرك هتعرفي إن الشعر الجزء الجديد اللي ظاهر من شعرك إن شعرك بيطول بس المشكلة بتبقى من تحت أو من طرف الشعرية من تحت بيتقصف جامل فأنت عشان خاطر مش مكازيه كويس ومش بتاخد بيتامينات وما فيش أكل صحي فأنت الشعرية متقصفها من تحت بس هو بيطول طبعا إحنا في عندنا فيتامينات كتيرة جدا موجودة طبعا إن عشان خاطر تطويل الشعر في أنواع لا حصرة لها يعني في فيتامينات فيتامين ده الفيتامين مهمة فيتامينات كلها الألف والبهو كل الأنواع للفيتامينات بتبقى مهمة الترجبات اللي موجودة في السوق كلها فيها خلطة من الفيتامينات والزنك طبعا من الأحد الفيتامينات اللي بتخلي الشعر أو من أحد العناصر اللي بتخلي الشعر عندي صحي وبيطول وما يتقصفش وما ينزلش عندي برضو كمان حاجة مهمة جدا هل أنا عندي أنيميا ولا ما عنديش أنا عملت تحليل هل أنا دلوقتي تحليل المجلوبين بتاعي طالع كويس ولا لا أنا مجرد أن أنا ما عملت التحليل بلاقي نص الحالات اللي بتبقى موجودة عندها أنيميا والأنيميا مش قادرين أن احنا نحلها طيب من دي شعرك هيوقع أكلتنا إحنا عادتنا الجزائية خاطئة أجعت بجيب كيس شبسي من بره أو بجيب أي بطاطس من بره وبكلها أو كده فده طبعا ده مش مش كويسة خالص يعني معنا فتح الله ألو السلام عليكم أهلا أنتم عليكم السلام وإخلاق وبركاته أنا شعر طويل طويل عمر ما حاجت شعر بحياتي تمام لا تاني معلش بسمح هدك قول تاني تاني معلش شعر طويل ما بحيبوش خالص تمام يعني أنت شعرك طويل آه عمرك ما حلقته في حياتك خالص خالص في حياتك طيب هو ناعم ولا فتليته عاملت ازاي لا بحط على ليس عمبو كده تمام وبعد ما بينشف بيبقى خواتم بعد ما بينشف بيبقى ايه بيبقى خواتم ممنقوط آه بقى كرلي بقى لفف على بعضه كده تمام آه وهل كوي الشعر أما حد يقوم بالمكوة هل بيبقى في الشعر يعني المكوة بتبقى في الشعر زي ما بيقوله كده طيب أنت مبسوط بشعرك وهو طويل صح كده أنت ما عندكش مشكلة في حاجة صح؟ لا أنا عادي طبعا حب الشكلة كده أنا مرحب بيشش حالك وخالص طيب أنت أنت بتدور على المكوة عشان خطي عايز تفرده ولا أنت كده مبسوط بيه وهو كرلي أو هو خواتم لا المشكلة عندي إن أنا ساعة ما بينشف يعني ايه بيبقى بيبقى بلونه كده وماشي ديه ويبقى حط عليه كريم أو مثلا مثبت طيب أولا المثبت أو الجل ده يعني تستغنى عنه تماما يعني أرجوك يعني عشان خطي بس تحافظ على شعرك ده لو أنت حابب أنه يفضل طويل طبعا موضوع إن كده دلوقتي خلاص مبسوط بيه بالطريقة دي كده أنك إنت عايز بقى بتقول المكوة أو الحرارة طبعا في الفرد أكيد طبعا هي بتضر الشعرية بس لو كل فين وفين عملناها الموضوع مش صعب يعني عادي بتعدي الموضوع ما فيش منه أدنى مشكلة خالص في الكوي بالحرارة الكوي بالحرارة إمتى بيأذي لو متكرر والحرارة بتبقى عالية جدا فبما إنك إنت مبسوط بشعرك كده فاسيبه في حاله يعني هو كده كويس كده وزي الفل طيب إحنا كده دلوقتي عايزين طبعا كان نفسنا إن إحنا نكمل بقية البشرة بس ممكن نفرد لها حلقة تانية هنكمل بقية الشعر إحنا قلنا خلاص الحمام الزيت وقلنا التسريح ببقى شكله عامل إزاي وطبعا استخدام الكريمات واستخدام السيرن يستخدم إزاي لازم تكون الشعراية بتكون على الشعراية نفسها مش على فروة الراس طيب إحنا كده دلوقتي فضلنا إيه في موضوع الشعر اللي كنا لسه بنتكلم فيه دلوقتي الاستخدام الحراري والبروتين في عجالة سريعة البروتين يا جماعة من أحد المسببات اللي بتخلي شعر البنات والولاد دلوقتي ما شاء الله ما بقاش موجود أصلا مهما كان المكان اللي هيعمله لك مهما كان المتخصصة اللي هتعمله لك كلهم على رأسنا من فوق مفيش مادة موجودة لغاية دلوقتي في السوق زيرو فورمالين مدام فرد يبقى فيه فورمالين ما فردش نبتدي نتكلم في أن ده ممكن يكون نوع كويس أو نوع مش كويس بما أن احنا ما عندناش القدرة أن احنا نقدر نفرق يبقى لو سمحتوا يا جماعة استخدام البروتين والحرارة العالية في فرد الشعر يعني ياريت 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 نحد منه أنا عارفة أن فيه كويس جدا أطفال صغيرة عندها مشاكل وبنات بالذات في المدرسة صحابهم وزمينهم بيتنمروا عليهم علشان خاطر شعرهم ممكن يكون شعر أفريقي أو شعر خشن شوية وبتروح لمامتها وبتزعع وبتعايت وبتدبلاه في الأرض وطبعا الأم بتردخ تماما أن هي تعمل حاجة زي كده وأنها توديها تعمل بروتين أرجوكي أنا مش هقولك ومش همنعك أنك أنت تعمليه تماما أن فيه حالات بالفعل نفسية الطفل بتتحسن أن احنا بنعمله بعد منها خصوصا الشعر الأفتيقي الشديد القوي ده الحمد لله أنه شوية بيستحمل طريقة الفرد وطريقة الحرارة بس طبعا يعني أكيد 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 هيبقى فيه تساقط لازم تكون عندك المعلومة دي هيتساقط يعني هيتساقط بس ده حل أخير بنالجأ له علشان خاطر نفسية البنت نفسها لو أدر أن أنا أقول لبنتي أنت شكلك جميل أنت شكلك أمور أنت شكلك مميزة عنك أو عن بقية البنات التانية وخليها تحب نفسها وتحب شعرها وهو بالمنظر ده يبقى أكيد هيبقى أفضل كتير من استخدام البروتين والحرارة كنت معاكم النهاردة دكتورة إيماني عزيزة وساعدت بالتواصل معاكم النهاردة واستنوني إن شاء الله الإسبوع اللي جاي يوم الحد بإذن الله ويبقى معايا دكتور خالد صقر بإذن الله عليكم موجود دمتم أصحا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر